مرحباً، أنا مرحباً، أنا رسيبسونيست نظر للتلسيبوس حالياً، نرى إطار تكوين العمال، في إطار رسكرة العمال وهذا شيء مليح بزاف، وخاصاً في ولاية عنابل لا يحتاج تطوير أساسي لقطاع السياحة، بما أنها قطب سياحي بامتياز نلاحظ أن العام الأساسي في تطوير قطاع السياح يعتمد على التطوير العامل في حداته على هذا الرنانيوم هنا مع مؤسسة القطاع السياحي للوجيطية عن نابا ومعنا الله يبرك مسؤولين تعنا كامل أي سيك للعمال على قطاع السياحة في ولاية عنابل وولاية غالما تعرف هذا شيء يشرفنا بزاف، إن شاء الله ستكون فيها إن شاء الله استمرارية في تكوين العمال، لأن التكوين لا يتوقف في مدة معينة يطلب ديمة لأن هناك متغيرات إقليمية متغيرات عالمية وليسي أكثر من أن التكوين يتم تكوين العالمي لأننا نزسساً في ناس لا يتوقف في قلائمات الكتابة نحن نحتاج لجعل ذلك. شكرا إن شاء الله لدعم القطاع السياحي إن شاء الله في مدينة عنابة وفي الجزائر ككل وهذا إن شاء الله نشكر المؤسسة ليعطتنا الفرصة بها تكون إطارات شابة في المستقبل لدعم القطاع الفندقي والسياحي لمدينة عنابة ومع الافتتاح إن شاء الله تعال فندق المنتهزة الفندق السيبوس اللي قاعد ترميمه كلي إن شاء الله نضهد بالسياحة والقطاع الفندقي في مدينة عنابة وإن شاء الله تكون مناسبة للشان هذه هذه بادرة إن شاء الله وتكون هي الخطوة الأولى لانطلاق إن شاء الله في البرنامج الجديد إن شاء الله لسطرته المؤسسة لدعم القطاع وإن شاء الله نستفاده في آمات هذه مع المدرسة العليا الوطنية للسياحة إن شاء الله نستفاده إن شاء الله ونقدمه الأمام إن شاء الله في هذا القطاع السلام عليكم معكم جنيفي سفيان نائب مدير فندق سيبوس الدولي مكلف بالموارد البشرية رحنا رانا في دورة تكوينية حيث لها إعادة رسكا إعادة تهيئة العمال للافتتاح إن شاء الله فندق سيبوس فندق سيبوس اللي تابع إداريا المؤسسة التسيير السياحي لبداية عنابة مبادرة جيدة وملاحة ونشكروا عليها الإدارة عنا المديرية العامة لأنها خمت في البرسونال اللي دارت له يعني مبادرة كمعك إعادة تهيئة إعادة رسكا للعمال بشعوده إن شاء الله يفتح نعرفه يتطوره يكونوا على ديراية مستجدات عن نظام السياحي وخصوصا مع عنابة ما رح تحتضن يعني تداهورة كبيرة مثل حضور عدة منتخبات إفريقية لولاية عنابة وفرصة أن نعرفه عنابة من الناحية السياحية ونظن روحان الوقت أنه يعني يكون القطاع السياحي عنده دوره في الوطن إن شاء الله وإن شاء الله هتكون مبادرات خير من هذه وإن شاء الله نزيده نقرأ ونزيده نتعلم وعاقد ما نتعلمه إن شاء الله ملاح علينا وليل عمال ونشكر السلام عليكم معكم زعباط علي مسؤول قسم محاسبة والمالية بفندق شلالة حمام الدباغ تابع إدارين موست سير السياحي عند نابا نحن في يوم تكويني منظمة طرف المدرسة العليا للسياحة بفندق سيبوس وهذا من أجل تحسين أداء العمال وإسقال مهاراتهم وإعطاهم فرصة بيرجع الوظائف سحم يقدموا أداء أحسن من اللي يقدموه ونشكر مديرية السير السياحي التي أعطتنا فرصة من أجل هذه الدورة التكوينية ونتمنى التوفيق لجامع العمال وإن شاء الله نغض بقطاع السياحة بمديرية السير السياحي والجزائر عامة